السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والاخير ومرحبا بكم معي من جديد في هذا الفيديو سوف نجد معكم حلوة بدون فرن سوف نجد معي شكلة غزالين ومكونات الاقتصادية وضغيات توجد الوصفة وصفة سريعة مكتاخدش وقت بزاف كما تشوف معي كيف تجي من داخل كي تجي محشية بكوكاو مع الكراميل ونجد معي الوصفات نتمنى تجيبكم ونبدأ بسم الله هنا اخذت هذا المور ديال السيليكون يمكن لكم تاخدوا اي شكل المهم هنا اخذت اللوز مع ورقة ديال الورد سوف نضيف المور هنا اخذت شكولات بيض تقطعته باش ضغيات يدوب نضفط لي شوية ديال الزيت من بعد سوف ندوبه في حمام مائي سوف نضيفه بشوكولات سوف نضيفه في حمام مائي شكولات سوف نضيفه في حمام مائي كوحة قليلة قريبا حتى تكون قريبا لا تكتروا من الشوكولات باش ماجيش تبقى غليظة صفي من بعد ما غادين عمر هاد المول كان ضغبو بهاك شوية باش كي جينا عذاك الشوكولات مقاد في المول من بعد كان ندخلوه للتلاجة كان نخلوه حتى كي يبغد سوف نوجد معاكم الشكل الثاني هنا اخذت هذا المول ديال السيليكوني على هذا الشكل من بعد ما دوبت شوكولات الكحل بنفس الطريقة باش دوبت شوكولات البيض نضبوه في حمام مائي نضيف لي واحد شوية ديال السيت صفي الثانية كان ديال واحد الكيميالية قليلا سقريبا مع العلقة باش هديك الطبقة ما ديشيش غليظة بسداف صفي حتى هاد شكلتها اوه غادي ندخلو للتلاجح تكت تبغدلين هاد الطبقة من البعض غادي نكمل توجه ديال حلوة اخذت هذا البيسكويت اي نوع ديال البيسكويت المهم يكون ناشف هنا عندي البيسكويت ديال الكوكول غادي نضحنوه نخليه على جنب ودابا غادي نوجدوه سلطة ديال الكاراميل هنا اخذت كاس ديال السكار ساندة درتوه كاف واحد القصورة اللي تكون مكة تلصقش ولا تديروه في شي مقرق المهم تكون مكة تلصقش كنخليو هاداك سكار حتى يدوب لنا وكي تبدلن دياله كيرجع كهوية فاتح ما تخليوش حتى يتحرق من بعد كنضيفو له معلقة كبيرة ديال الزبدة سوف نعودو نخلطو حتى كالدوب هاديك الزبدة سوفي ما توقفوش من التحرك حتى كالدوب الزبدة والعافية تكون مهيلة باش ما يتحرقش لكم السكار كيما كتعرفوها ضغية كي يتحرق سوفي من بعد هنا اخديت كاس ديال الماء ضفتليه معلقة كبيرة ديال المايزينة وليمكن لكم تضيفو الحليب الحليب مع معلقة كبيرة من المايزينة نحركوه من بعد كنضيفوه لها السكار لدوبنا ونحركو حتى كيعود يدوب لنا الخليط وكيعقاد لنا ونطفوه ليه من بعد ما تفيت على السلسة ضفتليها هنا عندي كاوكا وراها كنت حمرته وكشرته مهم هنا كاوكا وراها مهرمش سوف نضيفوه هنا يرى نقص شوية من هذه السلسة قبل ما ضفتليها كاوكا و باش نخليها باش نستعملها في الزين سوف نضيفوه الخليط حتى كي يبغلنا واحد شوية هنا كن نجبدوه هذا كرمون من بطلجة اللي كنا نضيفنا فيه شوكا و نضيفوه و نضيفوه الطبقة ديال كاوكا و مع الكرامل سوف نضيفوه هذا الطبقة و نقدوها مزيان سوف نضيفوه طبقة ديال بسكويت اللي كنت ضحن سوف نضيفوه لكاوكا و نضيفوه طبقة ديال البيسكويت سوف نرجع الموت اللاجة واحد شوية باش تبغل لي هاد الطبقة ديال الكراميل و كاوكا و اللي اضفنا و سوف نكملوه تزين من بعد و هنا اخديت شكل الثاني اللي كنت اضيفوه شوكولات لك حل سوف نضيفوه طبقة ديال كاوكا و مع الكراميل و نعود نرجعوه تلاجة واحد شوية باش تبغل لي هاد الطبقة و هنا اياه عودت جبتها كشكل اللوبل سوف نضيفوه واحد طبقة ديال الشوكولات سوف نضيفوه طبقة ديال الشوكولات كي يبقى الاختيار لكم سوف نرجع الموت اللاجة باش يبغل لي هاد الشوكولات و هنا اياه غادي نضيفوه لها الشوكولات و بنفس طريقة كنضيفوه الشوكولات اللي كحالة من الفوق و نعودوه نرجعوه تلاجة باش يبغد المهم غادي نضيفوه لكي يجمل شوكولات و لا يأخذ حتى خمسة ديال بقيق و هنا من بعد ما اخلطت الحلوه حتى بغدت مزيان سوف نحيدها من هاد المول وهذا هو شكل ديالها شو كيف تجير وزالها بزاف بالنسبة لتزيين هنا سوف نأخذ هاد السوس كراميل اللي كانت نقصت في اللول مهم غادي نزيين بالنص ديالها الحلوة و نسخة ثاني غادي نزيينه بكوكو مع السوس كراميل سوف نأخذ هاد السوس كراميل سوف نأخذ هاد السوس كراميل نضيف ملمع في اللون الدهبي سوف نضيف هاد السوس كراميل حلوه و الشكل الثاني هو هاده كيف تشوفوا معي كيف يأتي هاده فيه الطبقة ديال الكراميل و الطبقة ديال البيسكوي المهم هنفة في الفوق غادي نضيف شوية من السوس كراميل على هاد السوس كراميل من بعد غادي نضيف هاده هاده سوكر فاني لاش ضفت لمون الماء في الدهبي وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة كما شبته معايا ساهلة سارعة وكادجي غزالة بززاف الماداق دياله غزال غزال وحتى شكلتها نتمنى تعجبكم وتشغبوها وما تنسوش اللايكات والتعليقات ديالكم ولي ما زال ما اشترك بالقناة نتمنى يشترك وشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ونقول لكم السلام عليكم تلاقاكم فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة